بعثة مصر رجعت من الجزائر بعد المشاركة في دورة ألعاب البحر المتوسط رصيد مصر 13 ميدالية دهب 15 فضة و23 ميدالية برونزية ومنتخب اليد كان قابق أو سينة أو أدنى مبارح من الفوز بالميدالية الزهبية على أسبانيا لكنه خسر في الدقيقة الأخيرة كلمتك أنا؟ وهو متقدم أثناء المباراة وطولنا نحن متقدمين قلت لك أنا خايف قلت لك أنا خايف لأنني شفت طريقة لعب فيها تصرع فيها يعني عدم أنت أنت زبطت الدفاع فقدرت تتقدم لكن فجئت أنا بتصرع في نهاية الهجمات بشكل الهجم غير نضجة فنفقدها نفقدها ده يعني ضربتين جزاء من وواحدة في السواني الأخيرة قابلها انفراضين من ناحية الانجرات لنجم نجوم المنتخب يعني محمد سند ده هو كان نجم نجوم المنتخب المصري وهدفه ولكن سوء بختنا أنه ما يبقاش في أحسن حالاته في هذه المباراة كنت أفضل ألا يتصدى في ضربة الجزاء في السواني الأخيرة لأنه مش موفق قابلها مضيع اتنين دخول من ناحية اليمين ورا بعض فما كانش في أحسن حالات تركيزه وده اللي أنا بقوله الرياضي يا جماعة بشر والبشر حالته البدنية والنفسية والمزاجية متقلبة ما تقدرش تقول إن مية المية حيديني إيه في كل مباراة الراجل ده نجمل فريق خلال مشواره كله لحد المباراة النهائية كابتن أحمد الأحمر الأسطورة الذي قدم أداءا متميزا ولكن لم يكن أحمد الأحمر اللي نعرفه في هذه المباراة لعيبة كتير لعيبة كانت قدت اللي عليها متوسطة وفي لعيبة قدت أكتر من اللي عليها لكن ما كناش الفريق في مجمله في أحسن حالاته كنا نستطيع نفوذ بذير مباراة وبسهولة لو قدرنا المباراة في لحظة ومتبق مثلا سبع تمن دقايق وإحنا فيزين بفكرة إن عدوك الوقت مش النتيجة صحيح إيه اللي كان مخلينا مستعجلين مش عارف طيب نتائج عايز أعلق بسرعة نتائج مصر في دورة تبدو النتائج شكلها كويس وقد نحتفي ببعض النتائج وأهمها سيداتنا سواء في رفع الأسقال أو في الألعاب الفردزة الكاراتي أو في ألعاب القوة زي الوسب الطويل وطبعا 100 و200 وثانس الطويل وثانس الطويل السيدات كانوا اليوم نصيب الأسد في حظ الميداليات تبدو نتائج جيدة ولكن كان في الإمكان أفضل من مكان مؤكد كنا نستطيع أن نضاعف هذا العدد وننافس على المراكز الأولى ولكن إحنا قلنا لكم مرة الفاتحة كيف أن هذه الدورة لم تحظى بالاستعداد الواجب وكدنا نعتذر عنها فالله حصل هو أفضل ما يمكن تحقيقه في هذه الظروف السباحة كمان غابت ده تأثير بيبقى مؤثر في جدول للميداليات طيب جدول للميداليات الأهلوية المشاركة الأهلوية في الدورة الدعمة للمنتخبات الوطنية تنس الطاولة هانا جودة ودينة مشرف الإسهام في الفوز بالميدالية الزهبية للفرق عمر عصر فضية الفردي يهاب عبد الرحمن فضية أيضا في علعاب القوة في الرمح إسراء محمد سمير في الوزب الطويل فضية محمد مجدي في الجلة برونزية فاز بميدالية فضية كل من أحمد هشام ده لعابة كرت اليد أحمد هشام وأحمد خيري ومهاب سعيد وأحمد عادل وبرهيم المصري وعبد الرحمن فصل في بقية المشاركات في الكراتية شارك عمر أشرف عثمان ده كان في الدور العالمي وخاد ذهبية ومنا الهواري أيضا في الدور العالمي فازت بالفضية وياسين أحمد عادل في الدور العالمي وفاز بالبرونزية المشاركة الأهلوية كانت كاملة جدا في الدورة في 23 لاعب من الأهلي مسلوا مصر في ألعاب القوة وأيضا في تنس الطاولة والكرة الطائرة وكرة السلة والتنس الأرضي والجنباز الفني والكاراتية ده المشاركة الأهلوية في هذه الدورة السباحة طبعا غيابها سواء سباحين الأهلي أو سباحين بقية الأندية أثر كتير في العدد الأولي للميداليات اللي كان ممكن فعلا لو استعدنا بشكل أحسن كان ممكن أو أنك تروح بفريق كامل مثلا في رفع الأسقال أنت مرحش بفريق كامل أو نستعد كويس لأن احنا شوفنا قبل الدورة بأيام كانت اللجنة الأولومبية بتتسعى للاعتذار وبتبعت للوزارة أنها مش جاهزة وأن الاتحادات مش عايزة تسافر أصرت وزارة الشباب والرياضة على السفر ودعمت السفر والحمد لله حصل هذا الانتاج الجيد فريق كرة الياد رجع النهاردة ويستعد لبطولة الأمم الأفريقية التي تقام في القاهرة هذا الأسبوع والأسبوع القادم وهي مؤهلة الكأس العالم